اهلا بكم يكثر الحديث في لبنان عن قرب رفع الدعم عن السلع الأساسية الثلاث المحروقات والطحين والدواء في الوقت الذي يواجه فيه المواطنون تراجعا هائلا في قدرتهم الشرائية بعدما فقدت الليرة نحو 80% من قيمتها خلال سنة وقفزت نسبة التضخم 112.5% على أساس سنوي في تموز يوليو الماضي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صرح في أب أغسطس أن احتياطيات المصرف المركزي من النقد الأجنبي بلغت 19 مليار و500 مليون دولار فيما الحد الإلزامي للاحتياطيات هو 17 مليار و500 مليون دولار وهذا يعني أن المبلغ المتاح هو في أحسن الأحوال ملياري دولار في هذا الحوار الاقتصادي سنسأل ما هو الأثر الاجتماعي لرفع الدعم وهل يمكن تعديل ألياته أو تقليص مبالغه بدلا من توقيفه كليا هل من بديل يمكن اللجوء إليه في أوقات الأزمات وما المطلوب لإنشاء شبكة أمان اجتماعي تحمل أسر من الصدمات الاقتصادية وتحد من الهجرة ضيفنا في هذا الحوار الخبير المالي والاقتصادي دكتور إلي يشوعي أهلا بك دكتور يشوعي شكرا أهلا بك بداية وفق معرفتك بالواقع اللبناني هل يتحمل المواطنون اللبنانيون رفع الدعم عن هذه السلع ولو كان تدريجيا وهل تتوقع عندما يتم رفع الدعم وسنتحدث لاحقا عن الموعد المرتقب هل تتوقع أن يفجر الأمر انتصادة اجتماعية جديدة شبيهة بالتي حصلت في السابع عشر من أكتوبر من العام الماضي دعيني أولا أعطي تعريف عن الدعم ما معنى الدعم؟ ولماذا الدعم؟ الدعم هو قرار تتخذه الحكومات من أجل فعلا أن تحدد بطريقة مصطنعة مستوى أسعار معينة لسلع معينة خصوصا تلك التي تعني مباشرة فئات اجتماعية واسعة صاحبة الدخل محدود هلأ الكلام على فئات اجتماعية محدودة الدخل صار كلام يشمل تقريبا بلبنان 95% من اللبنانيين لأنه أصبحنا كلنا فقراء حتى الذين يملكون ملايين الدولارات في المصارف كودائع هم نقدر نساويهم بيلي عنده عشر تلاف دولار فقط في المصري يعني أموالهم محتجة زي تقصد نفس الشيء لذلك أولا أريد أن أخلص من موضوع البطاقة بطاقة حطة على جنب أنه نحن منشيل الدعم بس بيكون في بطاقة للفقراء أنا بدي طمنهم وإلهم نحن أصبحنا كلنا فقراء وما بقى في فرق بين صاحب ملايين من الدولارات مدعى في المصارف اللبنانية وبين صاحب بضعة ألاف من الدولارات مدعى أيضا في تلك المصارف لكن عفوا قد طلب من يقول لك أنه يمكن لأصحاب الدولارات سحب أموالهم ولكن بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف حدده البنك المركزي ممتاز 3900 ليرة مقابل كل دولار ولكن السؤال هنا هل يستطيع أن يسحب ما يشاء من دولاراته على أساس 3900 ليرة لا هناك سقف ولذلك أقول نحن وأعني ما أقول أعني تماما ما أقول وأدرك تماما معنى ما أقول نحن أصبحنا فقراء 95 من اللبنانيين صاروا من الفئات الاجتماعية صاحبة دخل محدود والذي يحدد هذا الدخل هو المصرف وهو النظام المصرفي وعلى رأسه حاكم البنك المركزي هو الذي يقنن السحبات لللبنانيين لذلك ما سألت البطاقة يتلكون لها على جناب ما حرزاني نعم البطاقة كرمال 5% من اللبنانيين هاودي اللي عندهم حسابات خارجية أو عندهم مصادر خارجية من العمل الصعبة وبالتالي هاودي يستطيعون تحمل رفع الدعم هادي خلصتها من البطاقة نين الغاء الدعم شو يعني الغاء الدعم الغاء الدعم قبل ما نحكي عن أثاره الاجتماعية السلبية جدا خصوصا في زمن انهيار مالي واقتصادي وفي زمن تدهور المداخيل الأسرية والأجور الفردية قبل ما نحكي عاية دلمول بدي أحكي تقنيا شو يعني رفع الدعم رفع الدعم أعطيكي مثل بيقال انه تنكد بنزين بدل ما نشتريها بمسالة 25 ألف ليرة بسي بدل ما نشتريها بـ 70 ألف ليرة فإذا هادي عم نعطي مثل شو يعني ذلك يعني هالارتفاع المفاجئ والارتفاع الشديد للمستويات العامة للأسعار هيدا بده يستلزم شو بده يحتاج إلى شو إلى كتلة نقضية بالليرة اللبنانية أوسع وأكبر بكثير من التي هي متوافرة الآن وهذا شو بيعني؟ هذا يعني أنه هذا البنك المركزي بده يبلش يطبع نقد وهون في مبدأ أساسي بالسياسات النقدية المنتهجة من قبل كل المصارف المركزية في العالم هي من سميها بالإنجليزية يعني شو هي الكمية المثلة من الأموال النقدية الجديدة التي يجب أن نطبعها أو أن نضخها في الاقتصاد من أجل أن تكتسب تلك الكمية أعلى قيمة حقيقية ممكنة بسبب ما سوف تتسبب به من تضخم بدي أعطي مثل بسيط بدي أفترد بنا نطبع مليار ليرة هالمليار ليرة هايدي بدي تكون تمثل الكمية المسل الأوبتيمم الكمية يلي فعلا نقدر نضمنها أعلى قدرة شرائية ممكنة مثلا مليار ليرة ممكن أنه قيمتها الحقيقية تكون 800 مليون ليرة أو 700 مليون ليرة هايدي معناها لكن بالظرف الحالي بوضعنا الحالي مع تراجع دراماتيكي للأحتياطات في المصرف المركزي أي طبع جديد للعملة وخصوصا بكميات كبيرة لأنه هوني رح يصير فيه قفزات كتير سريعة وعالية لمستويات الأسعار هايدي لن يمكن أن تتحول ولو جزئيا إلى زيادة في القدرة الشرائية للناس أو يكون إلها قيمة حقيقية حسية كافية أنا برأيي بدأت تتحول بغالبيتها إلى تضخم جديد إلى ارتفاع جديد في الأسعار ولا يوجد مخرج أو سبيل لتجنب الأمر لا حالي أبدا إذا بدنا نمشي بالغاء الدعم عم بوصف لك تقنيا شو بده يصير فإذا فتنة بحلقة كارثية طبعا نقد يترجم بارتفاع جديد في مستويات الأسعار طبعا نقد آخر ارتفاع آخر طبعا نقد ارتفاع أسعار دون بعد مرة بسبب الأحتياطات المتقهرة دون أن تكون لتلك الكميات التي تطبع لها أي قيمة حقيقية تذكر معنيتها فتنة بكارثة نقدي وبقفزات هائلة ويومية لسعر صرف الدولار الأمريكي في أسواق بيروت هذا هو رفع الدعم الآن فقيسي بضوء الكلام اللي عم بقوله الأثر السلبي لمثل هذا القرار على الناس اللي أساسا عم يعانون ما يعانون منه من حرمان من فقر من عدم قدرة على شراء الأساسيات ويتحتى هالأساسيات المدعومة عم بيكونوا عايزين عن فعلا شراء أو تغطية كل حاجاته منها فإذن فإذن خليني هوني كمان أقولك الفكرة أخيرة إذن بظل هذه الحال وهذا الوضع علينا أن نحافظ على الأقل وعلى المدى المنظور والمتوسط على هذه المستويات من الإسعار الاستهلاكية في لبنان ما يعني عمليا المحافظة على هذا الدعم بسبكت إليلي كيف تماما عظيم سنتحدث بالكيفية ولكن هل يمكن توقع الأمد الزمني لبدء هذا التقهقر الدراماتيكي يعني البعض يتحدث عن مهلة ثلاثة أشهر في أحسن الأحوال البعض يرى أن الملياري دولار إذا تم رفع الدعم تدريجيا عن بعض الصلاع يمكن أن تدوم أو يعني يتم انفاقها على مراحل تدوم ستة أشهر إلى سنة هناك الكثير من الكلام الذي قد لا يستند إلى معايير علمية برأيك هل يمكن تحديد هذا الأمد الزمني خلينا نعمل اثنان سيناريو هل نرسم اثنان سيناريو أول سيناريو إذا رفعنا الدعم يعني مسألة كارثية وبيشير فيه انهيار لسعر الصرف لا يمكن لأحد أن يضبطه أو أن يوقفه أو أن يلجمه مع كل الأثار السلبية خلينا أخذ السيناريو الثاني يلي فقط بدنا بوسطه نفوت على الاحتياط الإلزامي أو نفوت على الدهب من دون حل من دون حل يعني حل فعلا سياسي للبناء شو بيصير اللي بيصير انه هو ليش ليش حاطين نوع من حد أدنى لاستعمال الاحتياطات الاحتياط الإلزامي الموجود في البنك المركزي الذي يمثل 15% من مجمل الودائع بالدولار الأمريكي في المصارف اللبنانية ليش السبت عشر لأنه دوليا وعالميا دايما الاحتياطات الإلزامية هي أموال تخص الناس لأنه هذه أموال متأتية من الودائع وكأنه بلبنان ما حدا مس بمال الناس يلي كان فائض بـ 50 مليار دولار بالبنك المركزي على السبت عشر مليار دولار أنا بدي أذكر هنا أنه الودائع المصارف التجارية بالدولار الأمريكي في البنك المركزي وصلت إلى سبعين مليار دولار وكل للناس كل للمدعين كل لللبنانيين المقيمين وغير المقيمين ما هي معناته مسينا بأموال الناس وما بقى نقدر نميز بين احتياط الزامي وبين الفائد على هذا الاحتياط لأنه اتنين بالوضع اللبناني بيملكهم اللبنانيون ممتاز من هون نقدر ما بقى نقول أنه ما بقى عنا غير مليار أو مليار نقدر نقول أنه والله نحن خفضنا نسبة الاحتياط الإلزامي على الوداع بالدولار إلى عشرة بالمية وبالتالي صار معنا سبع مليارات وبالتالي نستطيع أن نطول أمد هذا الدعم بس بعد ما خلصت بعد ما خلصت نعم هلأ بعدني بسيناريو ما في حل أو نقدر نروح كمان إلى جزء من الدهب في من يقول نرهن جزء من الدهب أنا بتحق لكن الرهن شو الرهن بقبض عليه شوية فلوس ولكن بدي تدبر فلوس بعدين لفك الرهن هو دين جديد على كل حال بدي فلوس لفك الرهن ما له معنى هيدا ما له معنى إذا ولابد من استعمال الدهب بيع أنا مليار مليارين لأنه بيسو 18 مليار دولار 9 مليون و220 ألف ونصة بيسو 18 مليار دولار بيع مليار أو مليار معه صرنا هونيجي كمان 5 و 6 و 7 يعني دعم هالفقراء اللبنانيين دعم 95% من اللبنانيين دعمي ودعمك ودعم كل الفقراء نحن كل فقراء بعد كم شهر لقدام منتظار حل منتظار حل سياسي سنتحدث عن الحل السياسي والاقتصادي ولكن لطفا بعد الفاصل إذا سمحت إذا المشاهدين الفاصل قصير ونعود أهلا بكم من جديد مشاهدين وأهلا بك دكتور أليا شوعي قد الفاصل كنا نتحدث عن حل سياسي مرتقب إريت لو تخبرنا برأيك ما هو هذا الحل وهل تعتقد أنه في الواقع السياسي اليوم في لبنان هل هناك قابلية لتطبيق هذا الحل أم هناك انتظار لتسوية خارجية ما ما بأعتقد أنه يجب أن ننتظر تسويات خارجية لا يستطيع أن ينتظر أي تسوية هناك دعم اليوم أوروبي متمثل بدعم فرنسي أساسا الحل بسيط الإفادة من هذا الدعم وتشكيل حكومة سريعا من فعلا وجوه يعني توحي بالثقة أصحاب تجربة أصحاب خبرة ماضي نظيف ملفات بيضاء ما في عنا غير حال هلأنية بتكون مختلطة مش مختلطة هذا صار تفصيل ولكن فليترك هؤلاء أن يشتغلوا أن يعملوا من أجل فعلا إعادة النهوض بالبلد وإنقاذ لبنان اقتصاديا وماليا ونقديا واجتماعيا مفيدين ومستفيدين من الدعم الأوروبي وتحديدا الدعم الفرنسي وأنا برأيه أنا برأيه وهوني فيه أمام الحكومة ثلاث خيارات أساسية أول خيار هو هذا الدعم الأوروبي بممكن أن يترجم حث الشركات الأوروبية مش بس شركات الأوروبية شركات العالمية شرقا وغربا نعم يجوا إلى لبنان ويشاركوا في عمليات تلزيم يعني بيلتزموا تحديث عصرنا إدارة وتمويل المرافق العامة والخدمات العامة في لبنان ومشتريع البناء التحتية بدون تملك لأن الملكية بالضلل للدولة اللبنانية وهذا نحن نسميه بالاقتصاد بناء الرأس مال الوطني مثل ما كل إنسان عنده رأس مال خاص يبنيه ويعتني به الدول عنده كمان رأس مال وطني عام يجب أن تعتني بهذا الرأس المال وهذه الدولة فشلت بالاعتناء به فشلت ببناءه فشلت بتمويله فشلت بكل شيء وفاسودات بهذا التمويل وهذه الإدارة لكل تلك المرافق ومشيرها البناء التحتية 120 مليار دولار ما تترجمت لا بتنميه اجتماعي ولا بنمو اقتصادي ولا بإنماء جغرافي متوازن فإذن كفى هذه الدولة أن تحط إيدها بهذا المعجن فإذن تحضلوا يا شركات مدعومين من دولهم وبواسطة مكاتب إداريين واستشاريين دوليين بيوضعوا دفاتر الشروط للتلزيم توافق عليها الحكومة اللبنانية وتكلف تلك المكاتب بأنه فعلا أن تجري المزايدة مزايدة اللي يدفع حصة أكبر للدولة بياخد ولفترة زمنية معينة بعد من الملكية تعود للدولة اللبنانية وبهذا الطريقة من بلش نقبض مصاري والفرق بين هذا الحل هذا الخيار والخياران الآخرين والخيارين الآخرين المتمثلين بصندوق النقد الدولي وبالسيدر هو الآتي أنه بهذا الخيار الأول من يفرد شروطه على من الدولي تفرد شروطه على الشركات أو لا ما في دفتر شروط تماما ولكن صندوق النقد الدولي والخيارات الأخرى نعم صندوق النقد وسيدر مين يفرد شروطه عمين حضراتهم يفرد شروطه علينا هل ما زالت الدول منحة مستعدة أساسا ألم تنتفي هذه الخيارات أيها منهم صندوق النقد أبدا لا أبدا إذا حكومة فيها فعلا اختصاصيين وإلى آخره أبدا بعده صندوق النقد منفتح على الحوار ومنفتح على كل شيء مع مثل هذه الحكومة كذلك الأمر بالنسبة لا سادر ولكن أنا عم بحكي كاختصاصي كمان وعم بقول شو الأفضل روح يحكي مع ناسي يحطوا شروطه علي أو روح يحكي مع جهات أنا يحط شروطي عليها شو الأفضل تماما شكرا البعض يخشى البعض يخشى أن لا تصل أموال سادر ببساطة لأن المانحين في هذه الدول مأزومون الآن بسبب الإنفاق المستجد الناجم عن أزمة كورونا تماما غالبيتهم دول أوروبية يعني قد يخشى البعض أن لا تكون هذه الأموال الموعودة فعلا قابلة للصرف يوما شيء ما يخوفني أبدا ليه لأنه أنا عندي أول خيار الخيار الأول طبعا ما في غيره هذا رأيي ما في غيره ما في غير هذا الخيار بعد ما بديلك شغلة لم نقحم فيه مجلس الأعلى الخصخصة ولم نقحم فيه الحكومة اللبنانية أبدا 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 مين مين مكاتب إداريين واستشاريين دوليين تكلف هذه المكاتب من قبل الدولة اللبنانية من أجل أن تضع دفاتر شروط لتلزيم قطاع الكهرباء قطاع الاتصالات قطاع النقل المشترك النقل الحديد النفايات الطرق السريعة إعادة بناء هذا يخلص عن الخصخصة سقط لنوضح للمشاهدين نوع من الخصخصة ولكن دون بايع ما في بايعهم ما عم من بيع لأننا نعيد بناء الرأسماء الوطني دون أن يكلفنا ذلك دولار واحد لأنه هل لدينا الدولار واحد تريد أن نستعملوا إعادة بناء الرأسماء الوطني الحمد لله ما تركوا ولا دولار الشباب الحمد لله مش أحسن مش أنضف هك نضفونا من الدولار طيب هل ترى أنه مازال بإمكان الجهات المعنية إنشاء شبكة أمان اجتماعي للحد من أثر الصدمات الاقتصادية على الأسر والحد أيضا من الهجرة وهي نزف للرأسماء البشري اللبناني أولا غريب ديش في طوق عند اللبنانيين الآن بترك لبنان نهائيا كثير في طوق وهذه الشغلة فعلا ظاهرة مؤلمة ومحزنة في الوقت عينيه لعله انعدام معامل الثقة ليس فقط بسبب ظروف المعيشية الصعبة ولكن انعدام الثقة بإمكانية تصويب الأمور المستقبلة لذلك حكومة فيها وجوه توحي بالثقة هذي كمان من شأن أن فعلا تجعل الناس يعودون إلى اكتساب بعض الثقة بالدولة اللبنانية وإلى توطين ما تم سحبه من هذا وتحويل الأموال إلى الخارج أو سحب أموال وإداعة في أماكن خاصة هذي كمان تساعد على هكي جعل المصارف يعطوها شوية سيولي فعلا بل يدفعونا شوية دولارات على حساباتنا الأقل جاري بالدولار الأمريكي على الأقل أنه يعطونا شوية دولارات على حسابات الجاري هلأ بالنسبة لشبكات الأمان الاجتماعي لا ما بيقدروا يعملوا شيء هلأ إذا ما في حكومة وإذا ما فتنا بهذا الخيار اللي عم بيحكي عنه وبلشت الشركات تستسمر في لبنان من أجل أن تنشئ ما هو غير موجود من أجل أن تعصر أن تحدث والشراكة بين قطاعين العام والخاص تفترض هون أن الدولة تحط بتصرف تلك الشركات كل الموجودات لك هذه تبهي بتحط بتصرفها كل الموجودات طبعا لكل هالمرافق العام والخدمات العامة من دون أي بدل بتحط بتصرفها من شان تتحدثها وتعصرنا وإلى آخره وأكثر من ذلك بتضمن له كل استثماراته ضد مخاطر الحروب والأعمال الحربية والعنف نعم هذه الشراكة هذه الشراكة يلي البرنامج الإصلاح اللي وضعته الجهة الفرنسية بتضم موجود هيدا بالبرنامج الإصلاحي للجهة الفرنسية بدون أنه هالبرنامج الإصلاحي بالنتيجة مي شو هو هو عصارة نتيجة كل المطالبات اللبنانيين خلال سنين وسنين طيب ما الإصلاحات المطلوبة فيما يتعلق بدور مصرف لبنان ودور الحاكم أو صلاحيات المعططة تغيير الحاكم أول إصلاح تغيير كل الفريق كله سوى هذا بده شال أنه رأس النظام المصرفي دمر هذا النظام المصرفي وبعده موجود كيف يعني المشكلة فقط في سلوك الأشخاص والأفراد أم المشكلة في القوانين عبدا قانون النقد والتسليف لا يزال صالحا لغاية هذه اللحظة بعده بده بعض الرتوشات ولكن هو بأساسه بأساساته من أفضل قوانين النقد والتسليف ولكن سلوك الأشخاص مخالفاتهم لهذا القانون أوصلت البلد أوصلتنا إلى هذه النتيجة الكارثية معقول معقول نظام مصرفي يقضي على أموال المدعين معقولها بيقولولي المصارف بيسألوني إلى متى يمكن المصارف أن تصمت إلى ما شاء الله طالما طالما ما عم تدفع ليك بالعمل الصعب وطالما هو بيطبع لها لبناني وبيعطيها وطالما حطت لك سقف على سحوبات الدولار على أساس 3900 للدولار طالما كل القيود هذه موجودة هي واقعا المصارف مسكرة بس أبوابها مفتوحة سألتك هذا السؤال دكتور لأن البعض في لبنان يرى أن جمعية المصارف تبدو أحيانا أقوى وأكثر فاعلية من حاكمية مصرف لبنان لهذا سألتك عن الصلاحيات الموطات للحاكم لا الصلاحيات هل توافق على هذا الرأي هو رأس النظام المصرفي بس هلأني هلأني فشل أنه أفشل من هيك إنسان بعد فيه لي لي فيه بلبنان معايير للفشل والنجاح أو بلبنان يكافأ من يجب أن يعاقب ويعاقب تماما تماما ربما نتحدث في حلقة هو رأس النظام المصرفي إذا كان فعلا معب مركزه ما عدا بيقدر يبتحتمه وعم بيطبق الأوانين ربما نخصص حلقة أخرى للحديث عن السياسة النقدية التي تبعت في لبنان في العقود الثلاثة الأخيرة شكرا لكل المعلومات القيمة التي قدمتها الدكتور إليا شوعي وأنت الخبير المالي والاقتصادي شكرا مرة جديدة والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة إلى اللقاء